استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار شهر مايو الماضي هذا وقد شملت جهود اللجنة الطبية العليا الاستجابة لنحو 1028 حالة مرصدها كما تضمن تفاعل اللجنة مع هذه الحالات اصدار 213 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة فضلا عن توفير الاجراءات الطبية لنحو 116 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف وذلك الى جانب اصدار 27 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع